سريان العقوبات الامريكية ضد طهران قد بدأ بالفعل عقوبات تناغمت مع وقع الاحتجاجات الشعبية في ايران لتضع النظام بين مطرقة عقوبات ترامب وسندان الغليان الشعبي تقارير دولية تحدثت عن مدى التأثيرات السلبية للحزمة الاولى من العقوبات الامريكية الجديدة على ايران حتى بات من الواضح ان اياما صعبة تنتظر الايرانيين صحيفة التايمز الامريكية تحدثت عن اثر عقوبات ترامب على الشارع الايراني بالقول ان ايران تعيش ازمة حقيقية حيث نظم الايرانيون على مدار الايام الماضية سلسلة من التظاهرات احتجاجا على ارتفاع الاسعار وانهيار العملة والفساد الحكومي في المؤسسات وركزت الصحيفة في تقريرها على الجيل الحالي من الشباب الذي لم يعد يخشى سطوة السلطة الدينية في ايران كما ان احتكار الحرس الثوري القرارات لنفسه دون غيره سيقود في النهاية الى انهيار النظام من الداخل وفقا للصحيفة وعقب سريان العقوبات الامريكية بساعات هدد ترامب بعقوبات قاسية على كل من يتعامل تجاريا مع ايران مؤكدا ان واشنطن لن تتعامل تجاريا مع كل من يجري معاملات تجارية مع ايران ليذكر ترامب مجددا بان العقوبات على ايران ستصل في شهر تشرين الثاني القادم الى اوجها الشركات الاوروبية لم تتأخر في الاستجابة لسريان العقوبات الامريكية اذ وافقت اكثر من مئة شركة عالمية على مغادرة السوق الايرانية بحسب مسؤولين في الخارجية الامريكية بينما ظلت الشركات الصينية ونظيراتها الروسية تواصل نشاطاتها في ايران متجاهلة عن عقوبات الامريكية ومن المتوقع ان تؤثر العقوبات الامريكية الجديدة بشدة على حياة الايرانيين اذ لن يقتصر ضرر العقوبات على الشق الاقتصادي انما سيصل مداها على الاغلب الى الجانب الاجتماعي وهو ما يخشاه النظام الايراني موسيقى